اشتركوا في القناة ما احناش حكاية لسه عايزة تبتدين احن ابتدينا من سنين احن الحياة واحن الأمل واحن الطريق اللي فضلنه خطوتين ما احناش حكاية لسه عايزة تبتدين احن ابتدينا من سنين احن الحياة واحن الأمل واحن الطريق اللي فضلنه خطوتين اكدع ناس فيك يا مصر اكدع ناس فيك يا مصر طول صحاب عمري طول صحاب عمري اللي من غيرهم لا يمكن عيش طول سنين عمري مهما يحصل لي بيقدروا علي ما يسبنيت شفنا حلو الأمر إن عشرت عمر وحاجات حلوة منسبات مهما تسمعهم الصحاب منهم حاجات غيرهم ما يفهمات مهما تسمعهم لسه باستنى لما تسمعنا سواد احكى بأي مكان للحياة زحمان بس يوم لما نكون لما بيسحى زمان حكايات كتير عشنا ببونايك كل الناس محترى بيها ببونايك هو عقا قد تحكم عليها ببونايك واضح انا مش حاجة ده بيها ببونايك بيك يوم تنسى اللي بيها صواد بعد مستاني بعديها هي البنبوناية ممكن تطلع بنت زواج ممكن محامية ودكتورة وفنانة ساعات لكن الصورة اللي بلت عنها أكيد حكاية البنت اللي مفي زيها أبداً في الأزمات مهما قلنا ومهما عدنا في الحكاية بنبوناية وكل الناس محتارة فيها بنبوناية وعقلت تحكم عليها بنبوناية واضحة ممش حاجة تريها بنبوناية هيك يوم تتسله بها صفا بعد مش زي بعضيها واما واربع سنين وعدي طبالات واللي يزاكر يلاقيه وانا هنجحت التقدير والخدمة الوطنية قدتها مية مية احلى وقت في حياتي وعشت في قوة الحربية وبعد خروط اليومين هبدأ حلم السنين اول خطوة اخدها اخضر افتاجتين متشغلة في ميت مكان بمرتبة جنان مشاهدتي يشغلوني سفير مصري في اليابان بسرطة بسرطة إن شو